ماتش مبارح في أخطاء كتيرة في أخطاء فنية الفنيين يقدروا يتكلموا عليها في أخطاء تحكمية خبراء التحكيم أكتر ناس يتكلموا عليها ولكن أنا هتكلم على صياق تاني والصياق ده مهم جداً متعلق أن السنة دي يا جماعة سنة صعبة مش سنة صعبة عشان الماتشات كتيرة والبطولات كتيرة لأ سنة صعبة لأن التحديات كتيرة أنت لما تنزل تلعب أي ماتش أكيد لازم تأدي وتلعب بنسبة 100% من مجهودك ليه؟ عشان تكسب ولكن أنت الفترة اللي جاية محتاج تلعب عشان مجهودك ما يضعش وتبزل ضعف مجهودك عشان العوامل المعاكسة اللي ممكن تقابلك في الماتشات عوامل المعاكسة بقى مثلاً زي التحكيم زي جمهور زي أرضية ما لاب حاجة كتيرة قوي ممكن تقابلك خلال الفترة اللي جاية ولكن مبارح التحكيم أعلم يكن في المستوى والكلام اللي هقوله ده مش مبرر عشان الخسارة ممكن يكون جزء من أسباب الخسارة ولكن التحكيم ليس سبب رئيسي في الخسارة لأن فيه أسباب تاني أكيد الجهاز الفني اتكلم فيها مبارح وحتى كولر في المؤتمر الصحف اتكلم على الحاجات كتيرة أكيد هيعالجها خلال الفترة اللي جاية ولكن التحكيم آه كان ليه أخطاء ولكن إحنا لو كنا في حالتنا ولازم نواجه نفسنا بالحقيقة لو كنا في حالتنا كنا ممكن نكسب وكنا ممكن نعمل نتيجة أفضل من كده خبراء التحكيم اختلفوا في بعض اللعبات وأنا مش خبير تحكيمي فمش هتكلم في ألعاب معينة ولكن مبارح ظهر إيه؟ أولا الحكم الجابوني صغير في السن 32 سنة ويمكن احنا هنا من أول الناس اللي انفرضنا بأسماء طاقم التحكيم من حوالي 10 أيام من قبل معاد المباراة وقلت ساعتها دي لأول مرة يتم الاستعانة بحكمة لإدارة تقنية الفيديو في أهم مباراة زي مباراة كأس السوبر الإفريقي طيب حكم مبارح كان نازل متوتر جدا عصبي جدا ولكن كانت ليه تصرفات غريبة شوية حاد جدا مع لعبي النادي الأهلي حاد جدا مع لعبي النادي الأهلي وفي نفس الوقت بيتكلم بلطف وتحذيرات بسيطة مع بعض لعبي اتحاد العاصمة الجزائري دي نقطة ودي نقطة يعني لفتت انتباه ناس كتيرا مبارح وهي بتتكلم على هذه الجزئية طيب النقطة التانية الأخطاء التحكمات اللي حصلت مبارح أي حكم معرض لها ممكن يخطأ في تقدير لعبة في احتساب ركل الجزاء في عدم احتساب ركل الجزاء ولكن في وجود تقنية الفيديو كانت برضو نقطة غريبة جدا ليه؟ لأن انت المفروض تقنية الفيديو موجودة عشان تشوف اللقطات اللي زي دي الأخطاء اللي زي دي حكمة موجودة على تقنية الفيديو كان أمر غريب جدا ما عندهاش خبرات أول ما ظهرت كانت من سنة سنتين كانت إيه إيه فار إيه إيه فار فكان الاختيار كان اختيار غريب مبارح الآلي يستحق ضربة جزاء واضحة لا يختلف عليها اتنين ضربة جزاء لصالح كهرباء وكولر مبارح في المؤتمر الصحف اتكلم قالك مفيش حاجة اسمها في القانون إنك تدي فرصة أثناء وجود ركل الجزاء يعني ضربة جزاء صفر ضربة جزاء صفر لكن تدي مساحة إن فيه إعطاء فرصة لإحراز هدف بعد وجود عرقلة وضربة جزاء داخل منطقة الجزاء ده اسمه تهريج وهزار اشتركوا في القانون